موسيقى ارهنو رحمة الله و بركاته ازايكو يا احلى متابعين يا رب تكونوا بخير محترين بقا بغده كل يوم فعلا احنا كلنا محترين تعالوا انارده هنعمل معي شوية بكبه كده هنعمل بقا احلى ورز بالخلطة بكده تحفة جدا نشوف معنا المقدر ايه و هنعملوه ايه انا معي نص كيلو كبهة فراخ طبعا كمية اللي انت عايزها معي كبهتين رز بسمتي ممكن تستبدليه برز مصر بس هو طبعا اساسه هو رز البسمتي طبعا بتقدار يبرطه الزودي الكمية زي ما انت عايزها طبعا معي شربة اي نوع شربة شربة فراخ شربة لحمة اي حاجة معي شوية زبيب شوية مقصرات معي روز على سوداني انت لو سوداني بس مش مش مشكلة برضو معي معلقتين سكر لكل كبهة روز بتاخد معلقة كبيرة سكر ملح وفلفل و معي ارفة و معي طبعا معدي معلقة صغيرة ارفة و معي طبعا عود ارفة برضو ان هي اساس الوصفة هي الارفة بتديها تستحلو جدا طبعا الزيت اوي حاجة الحالة كده على النار احط فيها معلقة السكر اللي انا لازم اقرملها الاول اللي انا اقرملها عليها نبص يعني شوية ماء كده صغنيين خالص واسبها بقى كده حاد ما تتقرمل يبقى معي كده اللون الدهب دوت خيبلك عشان ما تتحرقش منك وما تقلبهاش بقى اي حاجة بالحالة كده وهتبدا يتقلبيها اللون ده هو حلو جدا هو عمل زي كده لون الكراميل هو قلبه عشان خطر ما يتحرقش بعد كده بضيف عريش شوية يليش هو هيقفش شوية بس بعد كده حيفوك معي بس اعمل ازاي كل ده حيفوك تبقى لحد ما يغلي بعد ما المال يغلي تهي خالص والكراميل لكله داب بس اللون الشرب اعمل ازاي بجد حلو جدا حط بقى ايه التوابل الاول لمن هل هو الملح زبطي بقى الملح وما تقطرش ان الشربة اصلا بيبقى فيها ملح طبعا اهم حاجة العامل الاساسي هو الارفة وكمان طبعا عود الارفة انا حط شوية زيت صغيرين كده كده الشربة اصلا فيها زيت يعني دسمة احط شوية برضو صغيرين طبعا الشربة غيرت كويس جدا انا حط بقى الرز اللي انا غسله بمصافي يوم طبعا لكل كباتين الرز انا بحطي ثلاث آآ ثلاث كبات ونص شربة او مية وتحطي مرأة عشان يطلع مزبوط بس اسيوا بقى لحد ما يتشرب خالص اول ما الروز يبتدي كده يتشرب بقى رحكي بقى حط اي حط الزبيت طبعا الزبيت بقى لو انت بتحب كتير زودي اسفلاني بقى حدو جدا مع الوصفة دي اسفلوا بقى لحد ما يستوي براخته بعد وبرمزبنا بقى روز يتشرب نحمر المكسرات نقوتي الزب بسيطة جدا اتشي بقى حط المكسرات اللي عندي اي مكسرات عندك اشتغل بي حاجة الكبدة طبعا الكبدة طبعا الكبدة بعملها الواحدة اتشي بقى حط الكبدة اتشي بقى حط المكسرات اتشي بقى حط السمنة حطنا باحتة السمنة لطاعة ستكون سخنة معي اتشي بقى حط الكبدة طبعا الكبدة لان يكون جايبها وغسلها ومتفط فيها اهم حاجة كويس جدا اول ما تاخد لون على الوش ده اتشي بقى مقلبة لما تاخد اللون بعد بقى خلاص ما تكبدة شربة ميتها خالص هنت طبعا ملح وفلبل بسكو ممكن شوية تاركة لو انت حبتها لا توجد فقط هكذا انت هنا يجب فقط اتشي بقى ميتها اضعوا أنت صغيرين لان شاول فاط اي لم تغمقش معي حلوة جدا انت اخبارنا اللي اشنا عملناه مع بعض بجده وكبر وقع بجده حلوة جدا استحكت فعلا التجربة اتقربوا الوصفة دي ودعو لي دعوة حلوة من قلبكو لا ننسوا تحطوا اللايك وكومنت الحلوة اللي بيسعدني واذا تقول اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة فعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد واشوفكم بإذن الله في بيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته